مرحباً بكم أعزائي طلبة الصف الخامس الابتدائي بالفصل الدراسي الأول ودرس جديد من دروس اللغة العربية وقاعدة نحوية بعنوان المفعول به يتوقع منكم عزيز الطالب بعد الانتهاء من هذا الدرس تمييز المفعول به من خلال الأمثلة المعروضة استنتاج القاعدة النحوية توظيف القاعدة النحوية تحدثاً وكتابة وحتى نتمكن من ذلك لا تنسوا أعزائي من إحضار المدونة الشخصية لتدوين كل ما يتعلق بالقاعدة أما الآن أحبتي فلنقرأ معاً في أحد أيام عطلة الربيع زارت أسرة محمد محمية العرين شاهد محمد العديد من الحيوانات والتقط بعض الصور التذكارية ثم توجه محمد مع إخوته لتناول بعض الوجبات الخفيفة طلب محمد عصير البرتغالي وتناولت هدى فطيرة بالجبن رجعت الأسرة إلى المنزل مساء بعد أن قضوا وقتاً ممتعاً فلنلاحظ الكلمات التي تحتها خط في الجمل الآتية زارت أسرة محمد محمية العرين شاهد محمد العديد من الحيوانات طلب محمد عصير البرتغالي تناولت هدى فطيرة بالجبن ترى أحبتي ما نوع هذه الجمل؟ أهي جمل فعلية أم اسمية؟ فلندقق زارت شاهد طلب تناولت جمل بدأت بأفعال وبكل تأكيد فهي جمل فعلية أحدد الفعل والفاعل في تلك الجمل زارت فعل ماضي والفاعل أسرة شاهد فعل ماضي أيضاً والفاعل محمد طلب فعل ماضي والفاعل أيضاً محمد تناولت فعل ماضي والفاعل هدى ألاحظ الكلمات التي تحتها خطت في الجمل السابقة محمية العديد عصير فطيرة هل هي أسماء أم أفعال؟ نعم هي أسماء بكل تأكيد بما سبق كل اسم منها في الجمل السابقة وعلى ما تدل فلندقق فيها بصورة أكثر دقة سبقت بالفعل والفاعل وتدل على ما وقع عليه الفعل ماذا تسمى هذه الأسماء؟ تسمى مفعولاً به ما الحركة التي ضبط بها آخر كل اسم من هذه الأسماء؟ الحركة هي الفتحة والعلامة الإعرابية النصب بالفتحة أحبتي حتى نتعرف على المفعول به بصورة أدق فلنضع كلمة سحرية وهي هذه الكلمة تساعدنا في تحديد المفعول به فلنجرب ماذا زارت أسرة محمد؟ زارت محمية العرين ماذا طلب محمد؟ طلب محمد عصير البرتقالي ماذا شاهد محمد؟ شاهد محمد العديد من الحيوانات ماذا تناولت هدى؟ تناولت هدى فطيرة فالإجابة بعد وضع ماذا قبل الجملة الفعلية يسهل علينا معرفة المفعول به أستنتج المفعول به اسم يقع عليه الفعل الذي يقوم به الفاعل المفعول به يكون منصوباً وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخرة وتوضع الفتحة في نهاية الاسم المفعول به أما الآن فلنجرب تطبيق القاعدة من خلال هذا السؤال هل أنتم مستعدون؟ إذن حسناً نبدأ السؤال الأول أعين المفعول به في كل جملة مما يأتي بوضع خط تحته مع ضبطه بالشكل الجملة الأولى أرسل الله الرسول الكريم للناس جميعاً سلك الطالب طريق العلم تنشئ الأسرة الأبناء على حب الوطن يؤدي المسلمون الصلاة في خشوع فلنفكر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة أحسنتم شكراً للتفكير الإجابة هي في الجملة الأولى المفعول به هي كلمة الرسولة الجملة الثانية طريق الثالثة الأبناء جملة الأخيرة الصلاة السؤال الثاني أرتب الكلمات الآتية لأكون منها جملاً مفيدة ثم أعين الفاعلة والمفعول به الجملة الأولى الجملة الثانية السائح زارة متحف الوطني البحرين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة الاجابة الثانية يحب الله العبد المؤمن الفاعل لفظ الجلالة الله المفعول به العبد اجابة الجملة الثالثة قرأ أحمد سورة الكهف الفاعل أحمد المفعول به سورة الإجابة الأخيرة زار السائح متحف البحرين الوطني الفاعل السائح المفعول به متحفة التطبيق الخامس اعرب الجملتين فيما يأتي إعرابا تاما درس الطلاب الدرسة يزرع الفلاح الحقلة فلندقق قبل الإجابة أعزائي ونكتب جميع الجمل في المدونة الشخصية سورة توقيت الإجابة أعجب والدرسة الملحق ليس بال bol حق되는عل اشتركوا في القناة احسنتم التفكير الإجابة هي درس فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره الطلاب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره الدرس مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهرة على آخره يزرع فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره الفلاح فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره الحقل مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ها نحن الآن أعزائي نصل إلى نشاطنا الختامي أرجو مزيداً من الدقة عند الإجابة على هذا السؤال المطلوب منك عزيز الطالب اجعل كل اسم مما يأتي مفعولاً به في جملة مفيدة واضبطه بالشكل الكلمات الكتاب صلاة الظهر حديقة وعندما ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر قرأ يوسف الكتاب استعداداً لمسابقة تحدي القراءة صلى المصلون صلاة الظهر في المسجد زين أبي حديقة المنزل وبهذه الصورة أحبتي انتهينا من القاعدة النحوية شكراً لحسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته